بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد ثالثا بطلان عبادة ما سوى الله وفيه أربعة أبواب بعد تفسير التوحيد ذكر البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله بأبواب أربعة الأول بطلان عبادة الأصنام وما سوى الله تعالى وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم الثاني بطلان عبادة الملائكة وهم أقرب ما يكون إلى الله عدا خواص بني آدم الثالث بطلان الشفاعة المنفية لغير الله وأن الشفاعة حق لله تعالى الرابع بطلان هداية التوفيق لغير الله ولا يملكها أحد دون الله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا بيّن الله عجز هذه الأصنام وأنها لا تصلح أن تكون معبودة من أربعة وجوه الأول أنها لا تخلق ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد الثاني أنهم مخلوقون من العدم فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداءا ودواما الثالث أنهم لا يستطيعون نصر الداعي لهم الرابع أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم الدليل الثاني وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية قطمير وهي اللفافة الرقيقة التي على نواة التمر أبطل الله عبادة ما سواه بأمور أولا أنهم ليس لهم ملك ثانيا أنهم لا يسمعون ثالثا أننا لو افترضنا أنهم يسمعون ما استجابوا لأنهم لا يقدرون على ذلك رابعا يوم القيامة يأتي الله بما كان يعبد من دونه فتكفر بشرك من يشرك بها الدليل الثالث إلى السادس وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية وفي الصحيح عن أناس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم ملعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا شج الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة رباعيته السنان المتوسطان يسميان ثنايا واللذان يليانهما يسميان رباعيتين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب البشر وبطلان عبادته صلى الله عليه وسلم فيه عبرة للمعتبر بأن لا نستبعد رحمة الله عن أي إنسان كان عاصيا صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام وقد أسلم هؤلاء الثلاثة وحسن إسلامهم فتأمل الآن أن العداوة تنقلب إلى ولاية المنهي عنه هو لعن الكفار على وجه التعيين أما لعنهم عموما فلا بأس به ولا بأس من الدعاء على الكافر بقولنا اللهم أريح المسلمين منه والمنهي عنه أيضا الدعاء بالهلاك لعموم الكفار فلم يدعو صلى الله عليه وسلم عليهم وقدر الله بقاءهم المسائل الأولى تفسير الآيتين وفيها بطلان عبادة الأصنام وما سوى الله الثانية قصة أحد فيها بطلان عبادته صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة لا أحد من هذه الأمة أقرب إلى الله منه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومع ذلك يلجأون إلى الله فغيرهم أولى الرابعة أن المدعو عليهم كفار ولا يملك صلى الله عليه وسلم من أمرهم شيئا الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتلاء مع أنهم بنوا عمهم السادسة أنزل الله عليه في ذلك أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء فالأمر لله السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتاب عليهم فآمنوا الثامنة القنوت في النوازل لا يشرع إلا في الأمور التي نزلت من الله كالزلازل التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم جائز العاشرة لعن المعين في القنوت وقع ثم نهي عنه الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين امتثل أمر الله الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن فيجب بذل الجهد والاجتهاد في الدعوة بالحكمة الثالثة عشرة نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين الذي ينفع بالنسبة له صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به واتباعه ثم إن المؤمن عاطفته وميله للرسول صلى الله عليه وسلم أمر لا ينكر لكن الإنسان لا ينبغي له أن يحكم العاطفة بل يجب عليه أن يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة وأيده العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات التقسيم والتقعيد للقول المفيد